كل المؤشرات تؤكد أن العام 2022 سيكون استثنائياً للجزائر في مجال الطاقة على صعيد قيمة الصادرة والإنتاج والأهم من ذلك تحقيق اكتشافة تاريخية منذ بداية العام الجاري اكتشافة نفطية وغازية تولت مجموعة سنطراك الجزائري على مدار الأشهر الماضية الإعلان عنها ما عزز من احتياطات البلاد المؤكدة من المحروقات مثل ما دعم من قوة الموقف الجزائري في التفاوض بشأن العقود الطاقوية الدولية بلغة الأرقام حققت الجزائر سبعة اكتشافات جديدة خلال السنة الجارية آخرها بحوض إليزي جنوب أقس البلاد وقبلها تم الإعلان عن اكتشاف بمنطقة بئرغراد بقدرات تتيح انتاج 2300 برميلة نفط يومياً و51 ألف متر مكعب من الغاز المصاحب كما تم اكتشاف انتاج هام من الغاز في بئر ترسيم السابع والعشرون الجوان الماضي الجزائر تعلن عن تحقيق اكتشاف غاز ذخم بحقل حاسرمل العملاق باحتياطات تتراوح بين 100 إلى 340 مليار متر مكعب بتوقعات انتاج 10 ملايين متر مكعب يومياً وبمنطقة زمنة العرب في حوض بركين اكتشاف آخر تحققه سونطراك وشركها الإيطالي إيني بتقديرات أولية تصل إلى 140 مليون برميل من النفط وانتاج 7000 برميل من النفط يومياً كما ساهم الاكتشاف في بئر ترسيم شمال حقل حاسم سعود من الوصول إلى احتياطات جديدة بـ 415 مليون برميل من النفط لترتفع الاحتياطات الإجمالية إلى أزيد من 960 مليون برميل وفي أواخر شهر مارس المنصرم شهدت منطقة العوابت في ولاية البيض اكتشافاً في بئر أولاد سيد الشيخ بمعدل ذخ بلغ 925 برميل يومياً من النفط وتمكنت الجزائر خلال العام الماضي من رفع إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى أزيد من 100 مليار متر مكعب سنوياً لتحتل بذلك المركز الثالث عربياً في إنتاج الغاز